ده الفاير بروتيكشن هاند بوك الاصدار واحد وعشرين واللي هيتم تحديث الانتحان عليه وهيبقى على الاصدار واحد وعشرين زي ما كان قبل كده على الاصدار العشرين في الدرس ده هنشوف ازاي نقدر نعمل تاجينج بطريقة صح وازاي نعمل ماركينج للمعلومات المهمة فيه فخلينا نبدأ كده مع بعض ونفتح الفاير بروتيكشن هاند بوك الاصدار واحد وعشرين طبعا هو بيجي في جزئين فوليام وين واللي تحت ده فوليام تو فهتلاقي بعض الاختلافات كده يعني في الاول كان الكتاب كله لونه احمر الجزئين بتوعه لونهم احمر فوليام وين وفوليام تو دلوقتي عملوا واحد بلون احمر اللي هو الجزء التاني والاسود فيه من فوليام وين اللي هو سيكشن واحد لاثناشر معمول باللون الاسود فده الفرقات ما بين الاصدار ده والاصدار اللي فات طبعا فوليام وين سكشن من واحد لغاية اتناشر وفوليام تو من تلاتاشر لواحد وعشرين فخلينا نفتح ونشوف اول ما بتفتح الكتاب في فوليام وين بتلاقي فيه التابس دي ودي تابس تبقى جايباها ان اف بي اي عشان تقدر تعمل ماركينج لكل سيكشن في الكتاب فخلينا نفتحها ونشوف ايه اللي موجود فيها دي شكل التابس بتبقى موجودة مفروض واحد وعشرين واحد وعشرين تاب اللي هي عدد السيكشن وفي واحد فاضي حتى فيه لا هم واحد وعشرين بالاضافة لاتنين وفي واحد بيكون فاضي فدي شكل التابس خلينا نشوف كده الكتاب ونشوف ايه مكوناته في البداية بتلاقي عندك زي كونتينت بريف كونتينت ده بيقول لك كل سيكشن ايه اللي موجودة فيه وبعد كده بيبدأ بالكتاب نفسه او الموجودة اه في الكتاب فبتلاقي هنا مثلا شابتر تلاتة في سيكشن واحد خلينا نبدأ من البداية خالص ده كده سيفتي اندابلت انفيرومنت اللي هو اول سيكشن اه بعد كده المفروض ان انت هتروح على بداية كل سيكشن وتحط التابس اللي احنا شفناها دي يعني في سيفتي اندابلت انفيرومنت فدي المفروض ناخدها ونحطها هنا ونبدأ نعمل الموضوع ده في كل السيكشن اللي موجودة دي اه سيكشن تو هتلاقي بعد كده اه سيكشن اه ثري اه بس يعني دي دي الحاجات المهمة اللي هتعملها في الكتاب اول ما تستلموا فيه نقطة مهمة بقى انت لازم تعملها ودي حاجات هتجيبها بالاضافة للتابس اللي جاية مع الكتاب احنا زي ما شفنا بيبقى جاي معاه الاندكس تاب الاندكس تاب بس مش موجود والترقيم بتاع الحروف يعني اي بي سي مش موجود زي كده فلازم انت تجيب حاجة من برة تقدر تحطها في بداية كل حرف خلينا نشوف الاندكس عشان الصورة توضح اكتر طبعا الاندكس بيكون موجود في بداية في نهاية كل من دول يعني لو رحت لنهاية خالص طبعا من الحاجات الملحوظة في الاصدار الواحد وعشرين من الكتاب ان انت بتلاقي هنا الوان الصور ملونة في الاصدار العشرين مكانش الموضوع كده كان الموضوع اه او كانت الصور بتبقى ابيض وسود كلها اه فواضح ان فيه اه اختلافات ما بين الاصدار ده والاصدار العشرين اللي فات لما تروح للاخر ده شكل الاندكس فبتلاقيه حتى ترقيم الصفحات بتاعته اي بدايته اي كده اي ترقيم بقى خمسة وتلاتين يعني اي خمسة وتلاتين اللي هي خمسة صفحة خمسة وتلاتين في الاندكس خلينا نروح لبداية الاندكس كده دي بداية الاندكس فهتلاقي في البداية خالص هنا حرف الاي وبعدين تمشي شوية هتلاقي فيه ده مسلا وصلنا لحرف السي ده حرف السي فالموضوع هيبقى مرهق لو انت اعتمدت على البحث بالطريقة دي فلازم يكون فيه كمان محطوطة هنا للحروف بتاعة الاندكس وهنشوف دلوقتي ممكن نعمل الموضوع ده ازاي طيب هنحتاج ايه كمان لو لاحظت مثلا هنا في الاندكس كلمة فده اول يعني لو لاحظت هنا ان احنا لو وقفنا هنا هتلاقي فيه اول اللي هو اللي هو ده فيه تحته طبق فرعي اسمه basic principles وتحت ال basic principles فيه طبق كمان داخل لجوه شوية اسمه burning of cellulose فدول كده عندي تلات حاجات تحت بعض او تلاتة ليفل فهتلاقي الاندكس كله ماشي بالنظام ده وبالتالي انا لما اجي اعلم مش المفروض ان انا لو هاجي اعلم على حاجة المفروض ان انا احتاج ليفلز مختلفة او الوان مختلفة تفصلي الليفلز دي عن بعضها عشان ما تلغبطش فهنحتاج ايه بقى دي الحاجات اللي احنا هنحتاجها من برة يعني هتجيبها من البداية خالص تكون معاك في اثناء المذاكرة وهنشوف اه هتستفيد بيها ازاي اول حاجة محتاجين تلاتة ماركرز مختلفين عشان موضوع التلاتة ليفل دول فانا هروح على كل توبك رئيسي اللي هو بيبدأ بحرف كابيتل زي كلمة هعلم عليها باللون وليكن الازرق فده كده اول ليفل عندي الليفل اللي تحته اللي هو اللي تحته على طول فهيكون بلون تاني وليكن الاخضر فهعلم على بالاخضر ولو احتاجت ان انا ادخل اكتر في الموضوع اللي هو الليفل التالت اللي تحت خالص فهعلم باللون التالت ده وبالتالي انا لما يكون عندي موضوع مثلا زي وموضوع قبله انا قادر احصرهم في الجزء اللي هو ما بين العلامات الزرق دي او الليفل اللي انا اخترت كل الليفل بلون مختلف فانا عارف بداية ونهاية كل كلمة دلالية فين فهنشوف الموضوع ده اكتر برضو في اه بصورة هتوضح الموضوع ده بشكل اوضح يعني طب دي اول حاجة تاني حاجة احنا اتفقنا ان الاندكس لازم نحط فيه الحروف دي ازاي هنحطها هتروح على اي مكتبة تجيب منها البوست دي اللي هي الحاجات الصغيرة دي ولو لقيت حاجات زي دي موجود فيها الحروف على طول فيبقى ده كويس انا ما لقيتش فعملت حاجة تانية ان انا جبت الحروف منفصلة اقدر ان انا افكها وحطها على الجزئية دي فبالتالي هيبقى عندي كل واحدة من دول متعلمة بالحرف بتاعها وهخطها على الاندكس فيكون شكلها افضل خلينا ناخد كده مثال بس على موضوع التابس اللي هنستخدمها وليكن مثلا الجزء الاولاني اللي هو سيفتي اندبلت انفيرومنت فانا هشيل السيفتي اندبلت انفيرومنت هاروح على اول سيكشن خالص هو ده ده شابتر وان في سيكشن وان. فاحنا عايزين نروح على بداية الشابتر خالص وها هنحط بحرص كده فده اصبح الشكل ان انت تقدر توصل ده بشكل سريع على طول وهنكمل بقى على كل الاجزاء بتاعة الكتاب. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر